عاصر يا مرحب بكم من الناس الكل في قناة يوزع اليوم مش نحكي مع بعض المقابلات المقابلة اليوم هي المقابلة لجمعة غرناتا ببرشلونة وانتهت بالانتصار النيدي الكتالوني بأربعة سفر والمقابلة الثانية مش حكيوا عليها هي تعثر يا مادريد أمام أسلسونة ابنتيش سفر لسفر هاكل وقت تاكل الماتش مش هاتوا تحبوا عين مش الوطول ونخليكم تاوى مع التحليل موسيقى ببرشلونة وحق الانتصار خارج ملعب وعلاه غرناتا بتيشت أربعة سفر ببرشلونة هي قدم في المقابلة الممتازة انتصاروا عليها هويسكا من بعد جاء انتصار على بلباو وتاوى جاء انتصار على غرناتا ليت انتصارات خارج الكامبنو وذي حاجة به لانه ببرشلونة عاني الموسم هذه خاصة في المقابلة خارج الكامبنو في بداية الموسم ولكن انتصاروا بداية بس هون يتطور في الوضع متاعه بصراحة والموديل برونة كومان قاعد يخدم في خدمة ممتازة بس هون تقضر موديل برونة كومان لكن انا شخصيا من الاول عام قدر كومان لازموه شوية وقتش يتستلس مع المجموعة ويتأقلم مع المجموعة ويما بصراحة بداي يجري في نزق متاعهم واخدم اللاعبين قدموا ادايبه اليوم غريزمان الي انتصاروا بشعبين اليوم قدم واحدة من احسن مقابلاته بوسكيتس قدم واحدة من احسن مقابلاته كيفكيه ديونج بدايبه نحكيه وعددي ديونج كل مقابلة مقابلة قاعد يتبط في العجب يعام في العجب اللاعب ديونج ويبدع على الميدان بايدري اليومان صحيح بايدري كان اقل المقابلة السبق وعليك بايدري عمل مقابل به اليوم بسراحة كشوفوا التقييميتيه وكشوش نعمل اليوم نلقاه عمل مقابلة به ديمبيريز ادعى دولة مقابلة به شفتوا الباس بتاعه جريزمان بصراحة بارس عالميا يعني حاجة اخرى بس تعدين بليه جريزمان اسجل الهدفين نيوما ميسي ميسي من عالم اخر عاد بلا غير ما نحكيه عليه سحيح انا بس نطب البرشة اللي باشدونا في المقابلة الثية ولكن ذلك هو بصرون نيوما عطا ايدي ويقيا كبيرة سحيح غرناتها مش مولاي فتقول لبرشة غرناتها بصراحة اليوم كان عنده شوية خوار دفاعي بصراحة بش نقوله معنى الحقيقة مانا بش تكون كاملة غرناتا كان عنده شوية خوار ضفاعي كيف ناس وقت برسونا اليوم اعطى ايديه ممتاز واغلب اللاعبين ابدو على الميدان وبرسونا بهذه الانتصار بنتيش الاربع سفر في انتظار مقابلت السوبر يوم الاربعاء ويوم الاحد اذا كان ترشح برسونا بالتباعة يوم الاربعاء اي من رياسو سيداد ما نظر انه برسونا مش تسعب عليه انتصار اي من رياسو سيداد وحسب رياسونا مش تناruق بسهولة بصراح بعد الاربعاء في المقابلة الضرب ضد ال�ANSرناتا ما انتت ترشحك السهل ولكن بيانتصار ومن رئي بالود 명 فهي mycket هل اللفعاء اما انتصار على اي ليلة سيداد انتطلقه بالباع هو الانتصار يتلقي الى المركز الثالث وبالصلاح بعد معانا مركز سبعة مركز سيدس مركز الثامن طيب بصراح يتلقي المركز الثالث وصحيب يعني بلصلاح بشتراح بش يدخل في اجواء مو نفسه شوية برغم السعيبة شوية لعليقة وبرغم اتلتيكو ما ديهار بشوية ونقص وثلاثة مقابلات وليك برغم لذي بلصلاح بداي يدخل في اجواء مو نفسه وبداي يوقف فشيا مستداد ترتيب ومريالو من الاتلتيكو خليتم نحكيو عمات شرية ترتيكيين ونحلوه شوط بشوط ونخليكم بتاعوا مع التحليم المقابلة قرر يبدأ المدارة برونت كومان اليوم بتشكيل الاربع ثلاثة ثلاثة تشكيل نفسه تشكيل تقليدي متع المقابلة السابقة ولكن من بعض التغيرات مثل امتيتي اليوماء اساسي بكاين اللاعب اراوخه لحسب بعض الارجاع في التدريبات يخي ما تخرج معناه في تشكيله الساسية كيف كيف تتبقي تشكيله بوسكيتس بيدي دي يونج البος الشي انتقده في اختيار بوسكيتس ولكن اليوم بوسكيتس قدم دور ممتز بسراحة الاربع التي اريدته مسغل الاربع ولكن رأس حربة مهمة بصراحة يتحرك يسام في خلق الحلول لعب على جهة اليسرى خاصة لأنه برسونة كان جريزمان يمشي على جهة اليسرى ووقتك النقص يتعاوذ بدخول ديونج إلى المنطقة هذيك الفكرة اللي قايم عليها برسونة نتعاوذ بما دي ما عندكش رأس حربة سريح ووقتها ديونج يستغل لك الخروج من جريزمان من المنطقة وديونج يدخل في المقدمة ومالات جريزمان هو اللي يوخر وسط ميدان ويحاول يبني هجمها أكثر معنى ذلك كل رأس برسونة ولكن يتوعى على فكار التكتيكية والساير متاهرين مقاردة برسونة اليوم أعملها أكثر على استرالة المرتدية كما تشوفوا المرتدية برسونة هي نفعة أكثر اليومة مرتدية برسونة كانت بقية جريزمان بقية ديمبيلي ولكن الاشكال الوحيد كان ديمبيلي اليوم في المرتدية عنده لمسة زيدة لكن لاحظتوها شوية معنى في المقرارية ديمبيلي كل ما يأخذ الكرة في مرتدة يلقى اللمسة زيدة عنده كرة ويضع الكرة لليك بصراحة اليوم الديمبيلي عدة مقاربية ولكنك عنده كلمسة زيدة لك يتزمي ناحية معاناها نديما نقولوها الاحكايرية عصير مع الديبلية برسونة حالين اللحظوها الاحكايرية كيف كان اللاعب ديمبيلي معانايا إذا كان يراكز في الكرة بصراحة يجب عليكم من أرض اللاعبين في العالمة معاناها اليوم هي لاجب نقول اعادة يمان ديمبيلي ولكن كما أعطيكم في المرتدية كل ما يأخذ معتدية ربما يمنفسها شوية ديمبيلي مشهو ميسي قادة مدلجات بالشكل واضح رسوله أنا لحطه بصفات فكرة الريكا بصفات فكرة الريكا وجاء هدف عن طريق له ميسي هدف الثاني بعد ذلك الفكرة الريكا قطع كورة و غريزمان يتقدم ويتقدم ويعطي كورا ميسي فسجل الهدف هدف الاول جاء عن طريق اللعب غريزمان معناها بوسكيتسي على ديبالس تمشي كورا سلداده وسلداده يعطيها اللعب غريزمان معناها boxer السلدد وهو ما هي معناها سليس جريزمان سجل الهداف معناها. جريزمان يوم عمل أسيس تروز أهداف معناه من أحرم يكون جريزمان ومعجب مقاريته مع برسولون هذا المرسم برغم من كمية الانتقاد اللي جيته. سعي برسولون يوم اعتمد سويا على الورتدات ولكن يصل الوقت ابدع في الهجمات المركزة معه رود ديمبلي على جهة اليومنى. بصراحة ديمبلي اللي يوم حسيته اكثر متحرع على جهة اليومنى مع ركس جهة اليسرى. جهة اليسرى كان يعاني ربما من جردي أربا شوية جردي أرب مبرمجة على اللاعب ميسي. لكن لدي بلية تحضرها على جهة اليومنى. ربما ديمبلي کو حظوية مسي اكثر على جهة اليومنى مع رجل سي لقنده فيهم اكثر من جهة اليسرى فيها جردي أربا جردي إلبا كما تعلمındaki به خمومين مش عادت ميسي بولن يخم الموجه بلاعب dip pajamasي ميدس ولكن هي متزمة اللاعبات من غمزة لكنها اكثر معناة جردي أرب إلى اللاعب ميسي والثمنات الميسي يكون في ارفض العمق مع اللعب ديمبلي هو ذات ديونغ وبصراحة له يتكرت الفكرة من مقابلة ساب اذي تكررت اليوم بشكل واضح ما انا ميسي والا اي لاعب اخر يعطي كرة ديونغ الفكرة اللي جيبت البوت وفترة بالباو كتوزيعه ديونغ قد شمر اليوم في الهجمات المراكزة نحكي ديونغ هو قاعد يبدع مع برشلونة ايديمه ممتاز اذي كل ما انا يكمل وصفنا سقريه بسراحة بش يكون من افضل لاعبين في العالم مش اخطر ان حب برسولونة اخطر نوثي على ايديم تعليقين برشلونة برسولونة قاعد يقدم في ايديم ممتاز واللاعبين من افضل ما يكونوا لاعبين شبابين لكلهم ويقدموا في ايديم ممتاز ومممتاز مع المداربون الكومان اذا كان مش نقاط ونثنيه على لاعب ماسي يزمنا حرقة كاملة واحدة ونثنيه على لاعب ماسي ماسي سجل الكالكولة المعتادة متاعه ومخارفة مباشرة زد السجلة معناها اكتفاين اليوم مثلناه على ماسي ماسي ولدتك الاجهزات متاعه حاجة عادية باسماليه هو معناها ايديم ممتاز من المقارنة 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 دي سجعة في المنع الماء ومعناها يجب ان يستمر لعطاء هذه المقارنة القادمة وان اكرركم معناها برشلونة ممكن انه يفوز بالسوبر الاسباني اذا كان معناها يوصل به ايديم هذين قدموا من غرناته وممتاز لكوب الباوة وممم ويسكا ايديم هذين ممتاز جدا مثل برشلونة الشوط الثاني ربما يكن في بعض التغييات من مدار بروند كومان يدورت الافكتيف فورها معناها لي خرج ميسي خرج دنبيلي خرج لاعب دي يونغ كلهم اللاعبين معناها قدموا ايديم ومتاز خلال الشوط الاول وابدعوا على المايدين خرجهم داخل اللاعبين اخرين شوبين ريكي بوت مثلا ترينكا وداخل اللاعبين بيانيش زلدخت واليوم اعطاها فرصة معناها اللاعبين ربما كل يجب ان يعطيهم فرصة مدار بروند كومان في المقارنة كما هكا واللاعبين الاخرى الذهر مدار بروند كومان يخمم في ترح السوبر امامي ميدي سوسيداد اولا معناها يزمن لعبي بشهر ما يخموش في ترح ريال وميخبوه في ترح سوسيداد معناها ترح سوسيداد اللول تربح سوسيداد وتربح تلعب رد الريال بشهر نقعوش في فق العام ماضي وقت ميخرجنا رد الاتليتيكو من النسف النهائي يزمن لين يخم فيه اللاعبين بسراحة لانه كل القدم يجب ان تحترموا نفسه لكل متاعك مهم جدا نظره جدا أنه برسوني يحقق السوبر الإسباني إذا كان يحقق السوبر الإسباني باش تكونه بصراحة حاجة معنوية كبيرة باشا ومقابة باريس الجرمان قريبا معناه ولو أنه منافس الشريس جدا ريا مدريد باش يكون عليه هذا الرقب ولكن كل شيء قوياته في كل قدم حتى الاحتياتين بصراحة قدمه ممتاز ديوم ريكي بورس بصراحة تحركاته وتمريراته كلها كايت ممتازة اللي هو مروري تكون اللي على التخلص بالثواري تتسبب في ورقة حامرة بصراحة ريكي بورس يقضل في إيديه ممتاز ولو أنه مدرر روند كومان معتملت عليه بصفة كبيرة ولكنه إيديه ممتاز بصراحة كل ما يدخل يقدم إيديه به ولكن المشكلة في روند كومان ما هو الشريك يكون مش عوض معناه باللاعب ريكي بورس باللاعب ريكي بورس بمشي يخاف بلاسه مثلا بوسكيتس ما ينجمش بريكي بورس تخاف بلاس بوسكيتس إنه بوسكيتس هو أدوار دفاعي وريكي بورس أكثر أدوار رجومية مثلا تفضل ريكي بورس على دي بيريو ديونج ريكي بورس يتم يحط فيه مدرر بلاس كومان كاحتياتي كمان نكون مع مقابل غرنات و باسلونة ومنشيه تول مقابل ريال مادريد و نيديو أوساسونة ريال مادريد يتعادل 0-0 مع أوساسونة والمستفيد الأكبر من مقابل ريال مادريد هو بارسلونة بما أنه بارسلونة يقلص الفيرق مع ريال مادريد ثلاثة نيقات و أربع نيقات على أتل تيكو مادريد و أتل تيكو مادريد و أتل تيكو مادريد و تنقصوا لفهم مباراية بالتباعة ريال مادريد هو ما قد من نسخة سيئة جدا خاصة خلال الشرط الأول الشرطين يتحرك لبما شوية ريال مادريد هو ولكن بصراحة نسخة سيئة أمتاعه نعكس على أدامتها اليوم بصراحة كنا نشوف مشاكلة على ريال ولكن هاو كيتقلق مادريد و الفاسكيد و الأسنسيو أو كشوفوا شوية تغطية ولكن نيوما ريال ضد فريق يعافي تكاتل الدفاعية بصراحة ما ينجمش روحه وهذا ريال مبين من أول مصر إذا كمش تحكيه ماتش ستافيغو و ماتشورت الأخرين راو ستافيغو كل يعمل في ضغط عالي راو يخرجوا للهجوم و حتى ريال ما نشجح لهم بالمرة دات المرة دات هي نفعة كونتر ستافيغو لكن يوما وقتت واجهة جماعية تشد دفاع بالقدار يوما التعادل سفر لسفر هات برغير حتى حول رجومية ريال مريد تسد تزديدها فقط على المرمى يظهر لي بمتاع السنسيو كهو لكن الباقي مع ملحة شي يركر بصراحة يوما تكتير كمتاع زيدان يوما بشيش زيدان يوما يلعب على سنتر جيت من الأخر وانا ينتمشي كل على اليمين على يساوي سنتر من نجمو تقول ريال فمش كنت تزمنوا و لاعبين لكل قدموا هذه السيئة فم شوية مدرية تشكروا ساوك لعبوا شوية اليومة من أحسن اللاعبين في راماديد اليومة ولكن في الأخير معنى ريال كنت تشوفها ما تلقى بشي لاعبين يوما قدموا برفومانس كبيرة معنى تشكرهم ايدياء سيئة جدا من ريال و المنابل الأول باتباعه هو المدارب زيدان على اللي عامره اليوم في التكتكيكي وعلى ايدياء التكتكيكي اللي يقدموا ويخرج بيهن لراماديد في المقابلة ساوك نحكيوا عن هذه التكتكيكيين ونحلوه شارط بشارط وخليكوا مع التحليل المدارب زيدان يوم بدين مقابلة بتشكيل اربعة ثلاثة غيب كالفاخات تعويض بفاسكيز في الهجوم معروض ادهن الزار عليسار اللاعب اسنسيو عليمين و اللاعب بنزيما كالاس حربة بهذه التشكيل الأولية من نشبج تغييرات مقابلة بالتغييرات الزنفاقات معنى تغييرات الزنفاقات او دوز تغييرات الزنفاقات اللاعب كالفاخات وهذا هو شارط في بلاست اللاعب بفاسكيز في الهجوم هذه التغييرات الزنفاقات مقابلة السوق عزبا ريامدريد مشروع اساسونا كان وارع خليها المقابلة اللاعب الدفاعي والضرب بالملتدات هذه وارع خلي المقابلة الريد كاملة بسرحة اساسونا لوم لعب بتشكيل اربعة خمسة واحد شرط اول نسخة سي اجدنا من ريامدريد ريامدريد تلعب على وجهة تكتكية واحدة فقط من الان خليل المقابلة مدريد شيخ الكورا يفتح على جنائب بطبيعات طويلة باتجاه مندي او فاسكيز وتوزيعات من فاسكيز باتجاه بنزيمة او باتجاه القادمين من الخلف هذه التكتك الوحيد بسرحة حلليته بسرحة ريامدريد ضغط العالي مكانش موجود باشا في الشرط الاول ربما شرطين تلعب شوية ضغط العالي ولا ريامدريد اعف الضغط حالي انا في الشرط الاول كيجين تشوف ريامدريد يعمل خلال مقابلة الرافي مدريد شيخ وفاسكيز يحاول يوزع تقدم فاسكيز كموكان كالرهير ايمن اليوم اسنسيو بصراحة ما كان ايديه باهت وبيهت جدا قلنا المعنى اسنسيو يقدم ايدي باهت قلنا سيطر فيغو ولكن اليوم بايدي باهت جدا اسنسيو يقدم مقابلة من اسهم مقابلته مع ريامدريد اسنسيو مش قاد يخلق في الاضافة جملة بصراحة من جميع النواح اللي في المقابلة العابة بريسك ما ريتوش هنجمنا في المقابلة ريئة ما يقدر مش اضافة من جميع النواح السنسيو النجم قلو مندي هاو كدو التوزيعات ولكن توزيعات مندي برشة معنى ضايعة توزيعات ضايعة من مندي بصيفة مأهولة معنى فاسكيز كيف يعملت توزيعات بصيفة مأهولة لانا ما يشنهول في الورعية راني وانا كنت احكي في الحقائق انتو ريامدريد مش قاد يقوم بحاجة كبيرة معنىها في الدورة حتى المقابلة يرباحها بسبب معناها الكرات المرتدة معنى نحكي الكوان على الهجم موركزة معنى الهجم موركزة مش قاد تبشي في الرياض هذا يوارح مقابل مقابلة هذا يقول لكم بالنسبة للجميع الشعير يامدريد راني وما يشنهول في الورعية لاني وما يشنبكري نشكر في بصرونة ونقزن في الرياض ولكن هذه الحقائق من الاخر يامدريد يقدم في هذه السيئة من فلاقة كدو الدفاعيات الامث العديد عليها ابدأها من شخطار ابدأها من مشكلة الرباخ تشوف تاوش نوصر مع المقابلة حتى المقابلين يربحهم بالعرضيات والتوزيعات معنى معنى ما لا تخطف التوزيعات صحيح ولكن المسجين مش تخطف التوزيعات يزمع على الاقل بناء من العمق العمق المشكلة ما يتقدموش لكروس لمدريدش كروس ومدريد ما يتقدموش للعمق باش يخلق اضافة هي ليه المشكلة بالنسبة للمدريد وبالنزيمة ما تصوش بشكل اليوم بلنزيمة حاولنا نشوفوه يتواج بين الخطوط كتحرك بتاع بلنزيمة والتوزيع بين الخطوط وهي اليوم بلنزيمة نشرفوه يتحرك ويتواج بين الخطوط باش يخلق اضافة في المثلث الاخير من الملعب بسراحة كان في ارتباك مثل رياما دريد رياما دريد اخرت كتفلت اخير من الملعب وما يلقاش حتى حال بسراحة ليه مشكلة باسم رياما دريد شوط اول يوفا بنتيجة سفر لسفر السراحة وصلاسونا اليوم حاول يضرب المتددد بشكل اضافة لكن الادات الدفاع بتاع بلنزيمة حاجة وحيدة اشكرها ليدرياما دريد هي الادات الدفاعة كالزيميلو قدمه مقالة دفاعية ممتازة في تصدير المرتددددع تم شروح عن الدريد نمو مدرسون هزيت زت ترجاع الديفاعي امتاع الشرط الاول على الاقل الاساسون كان من يقدم سهلا معاق عادة قد كان بعيد شوية على منطقة جزين متاعه ولكن الشارطيء كان ملحصر اكثر من منطقة جزين هزاي كعاش خلال الريمادرس يقدم اكثر ويلعب التماريات في العنق بانتجاه خاصة بالنظيمة ولكن زلوز تمريرات ماناها كانوا متسلل معناها جايلين من كروس معناها تمريرات في العنق من بنظيمة وسيأل سجير الزوز ايدابت بريما ديدو ولكن متحسبوا اليدا فى ذلكم المدرب زين دينزدين عمل تغييرات بتاعه بتاعبش خارج لعب اسنسيو داخل اللاعب بالفيردي معناه يحاولي لعب يخطى 4-4-2 اقرب ببعنو بالفيردي يتويج دين خطوط اكرب من اسنسيو و نفع اكرب من اسنسيو هيا وارحه معناه الفكرة بتاع المدرب زين دينزدين بيتخال اللاعب بالفيردي ما كان اسنسيو بل فردي يتواجد بالخطوط ويحاول يخلط خطورة ما يدائم للمودريتش والاكروس قادرين انهم يقدموا مبين الخطوط ندي المنافس هم بعد دخل اللعب رينو دياز مكان ارزار ارزار ما قدمه بصراحة نسخة شيحي باليوم من ارزار ارزار ما هوش قاعد يقدم في الاضافة باسم ريمادريد مالي الجي ما قدمه فقاله مقنعة في ريمادريد اللعب ايدن ارزار معنى تغلط على زيدان ما نفعته بشكل كبير ودعت دخل اسكو مكان اللعب من دريتش وبما اسكو خلية شوية كرة تحرك لكن توزيعها هتكون لهم ما نلقاش حرور وندي اساسونا شد في الدفاع متاعه بشكل كبير حتى الامادريد تحاول يعمل شوية ضغط عالي قطعها شوية كرة ولكن في الاخير ضيعوها الكرة في الاخير مرقاوش شكور معناه نجمو حط كرة في الشبكة في الاخير في هذي المقابلة جيت شوية فرص في الامادريد ولكن يا تصدق يا كرة ضائعة معنى في الاخير ريمادريد من قشبة حرور خلال المقابلة والمليم الاول كما أخبركم المدرب زين دين زين على التعاون بالتكتيك السيئ مع هذي المقابلة كيف يمكنكم كاملنا مع مقابلة اساسونا ريمادريد وكاملنا بحلقة متاعية اللي جمعنا في هذي المقابلين بقاطة بصلون ومقابلة ريمادريد سبحانا اخير نسكو نتلقاه بمعيدة رياضي اخر